اما طرق علاجه لعل من اهم طرق علاج هذه الظاهرة الفتاكة الخطيرة اولا العناية بالامن الفكري ان من اهم الحلول التي تسهم في الوقاية من التكفير وتطبيب اسقامه وادوائه تنمية الامن الفكري الذي يعد السياج المنيع والحصن الرفيع فالفكر المؤسس على الثقافة السديدة المنبثقة عن الدين القويم سيعصم صاحبه باذن الله تبارك وتعالى من غوائل التفجير والتكفير وليس ثمة في ذلك ارتياب وشك لان من محاسن هذا الدين الغراء وكلها محاسن انها جاءت بحفظ الامن للافراد والمجتمعات والامم فالامن مرتبط ارتباطا وثيقا بالايمان بهذه الشريعة قال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ومن اهم انواع الامن الامن الفكري بل هو لب الامن وركيزته لان الامم والامجاد والحضارات انما تقاس بعقول ابنائها وافكارهم لا باجسادهم وقوالبهم فاذا اطمأن الناس على ما عندهم من اصول وثوابت وامنوا على ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ فقد تحقق لهم الامن في اسماع صوره واجل معانيه ان الامن مطلب اساسي لكل امة ويأتي الامن الفكري على رأس قائمة الغايات المهمة لتكون حماية المجتمع عامة والشباب خاصة في البلاد المسلمة من الافكار الدخيلة الهدامة واجبا شرعيا وفريضة دينية وحقيقة الامن الفكري قد جاءت الاشارة اليها في العديد من الايات الكريمة تضمنا والتزاما حيث يقول الحق تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ويمكن تلخيص اهمية الامن الفكري يا رعاكم الله في النقاط التالية ان الامن الفكري يحقق للامة اهم خصائصها وذلك بتحقيق التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية ثانيها انه وفي غياب الامن الفكري سيكون هناك خلل في الامن بجميع انواعه ثالثا ان الفكرة في هذه الامة يستمد جذوره من شريعة الامة ومسلماتها وثوابتها وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتها رابعا ان تحقيق الامن الفكري هو المدخل الحقيقي للابداع والتطوير والنمو لحضارة المجتمع وثقافته خامسها ان في تحقيقه حماية للمجتمع عامة وللشباب خاصة ووقاية لهم مما يرد عليهم من افكار دخيلة هدامة سادسا ان الامن الفكري يبحث في كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم العنف خاصة سابعا ان في تحقيقه صيانة للشريعة وذب عن حياضها لان المرمى الذي يقصد اليه جميع اعداء الاسلام هو الطعن والتشكيك فيها ثانيا من العلاجات فتح باب الحوار وتفعيل لجان المناصحة الحوار منهج دعوي شرعي اصيل يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة ويأخذ باصحابه الى مدارج الفكر القويم والعقل السليم ومن هذا المنطلق الابلج الرحب فان على علماء المسلمين محاورة اصحاب الانحرافات الفكرية داخل الامة وخارجها بالحوار الجاد البناء المنضبط باداب الحوار العلمي وفق خطة مدروسة متأنية ومتدرجة في تحقيق غاياتها الاصلاحية ودليل شرعية الحوار مع ما جاء به الكتاب ودليل شرعية الحوار ما جاء به الكتاب العزيز في قول المولى تبارك وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فمن المهم ان يكون هذا الحوار متساميا ومبتعدا عن التجريح راقيا في الاسلوب والحجة والبرهان وقد اثبتت مثل هذه الحوارات النزيهة المتجردة جدواها وآتت أكلها وثمارها حيث آب كثير من المتأثرين بالفكر المنحرف الى رشده واستقام على النهج الصحيح بحمد الله ثالثا التعاون على البر والتقوى التعاون على البر والتقوى والمعروف والإحسان بين أبناء الأمة ونسيجها المتراص ورعاتها الأخيار قوام السعادة ومنشور الريادة ولواء السيادة به تستحكم المودة والألفة بين المجتمع ويتوارد الجميع على الخلق الكريم في التواصي بالحق والصبر على نوائبه فيتهلل من الخير والأمن ما يرجى ويقمع الشر والفساد الذي يخشى ويندحر الجهل والبغضاء والهوى والشحناء كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وذلك هو الشعار المنشود للمجتمع الإسلامي الراقي يوضحه ويبينه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى